في أفريقيا هتلاقي حاجات كتير مميزة حتى لو كانت بسيطة يعني عندك تراز معماري بسيط بيسمها الأكواخ واللي بيسموه جطية ودي منتشرة كتير في أفريقيا البيوت دي بتبقى مغطاة بالطين والأشي وبيتكونها طبقة البسيطة الأشي في الغالب بيستخدموه عشان يغطوا البيوت المتوضعة اللي شكلها بيبقى عمل زي الكهوف البيوت دي بيسكونها شعب البنبرة والديولا شعب البنبرة من الشعوب اللي كانت موجودة في غرب أفريقيا بيعيشوا حاليا في مالي أما الديولا من فرع شعوب السونانك اللي معروفة بالتجارة كمان بيوت الأكواخ دي منتشرة في مدينة طنبوكتو ودول أفريقية كتير وده مش غريب على أفريقيا وجملها معنا النهاردة في حلقتنا لقاء مع مطربة من ليبريا هنعرف منها الموسيقى وأنواعها هناك وكتير من الأغاني اللي بيحبوها أشهر مطربين عشان الفن مش بس الموسيقى والغنى لكن كمان الرسم فن هيكون لنا لقاء مع الرسام من النوبة بيتميز لوحاته بالطبيعة وجمالها وبيحكي لنا كتير عن القصص في كل لوحة هنبدأ حلقتنا النهاردة بلقاء مع الممثل النجيري سامسون واللي هيحكي لنا عن الفن والتنمة في نجريا واللي بيطلق عليها نوليود واللي بقى ليها دور مهم جدا ونكحت أنها تنتشر ثقافتها في كل أنحاء العالم